اشتركوا في القناة لكرة اليد لنهائيات كأس العالم وذلك بعد ان نجح في الفوز على حساب المنتخب الياباني والعبور للدور قبل النهائي في البطولة الاسيوية والمقام حاليا في كوريا كما وهنا سموه شيخ خالد بن حمد سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بهذه المناسبة مؤكدا سموه ان هذه النتيجة جاءت ثمرة دعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة والجهود المتواصلة والمتابعة الحثيثة لسموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتنفيذ توجيهات القيادة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي بمن عكس على مستوى المنتخبات الوطنية وفي مختلف الرياضات والتي تمكنت من إحراز الإنجازات والنتائج المتميزة بالبطولات القرية والدولية والتي رفعت من اسم مملكة البحرين وعززت من مكانتها على صعيد الرياضة وقال سموه إن الناس عداء بما حاققه رجال المنتخب الوطني لكرة اليد من خلال تأهلهم لنهايات كأس العالم القادمة فالمنتخب قدم نفسه بشكل مميز في البطولة الأسيوية الحالية ونجح في الظهور المشرف والحصول على بطاقة العبور للمنديال والذي يعتبر الهدف الأبرز في هذه المشاركة إذ يتبقى على المنتخب خطوتان تفصيله من المنافسة على نيل لقب البطولة الأسيوية فكل التوفيق والنجاح للمنتخب فيما تبقى له من مباريات أملين أن يحرز المنتخب كأس البطولة وقد أثنى سمو الشيخ خالد من حمد على الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد البحرني لكرة اليد برئاسة سعادة السيد علي إسحاقي والذي لم يدخر جهدا في سبيل تهيئة الأجواء المثالية لإعداد المنتخب قبل المشاركة في البطولة الأسيوية وتمن ينسموه في الوقت ذاته المزيد من النجاحات للاتحاد من أجل الارتقاء بكرة اليد البحرينية